مقابلة تستنى المنتخب التونسي ضد ليبيا لا تترشح تجعل فينال ور قابل العالم ولا تزد مقابلة واليوقفو حتى يدخل منتخب في الأفريق أي اخبر لديم flatten Conference لا يهب المنتخب الذي لا يقهر ونحكيه على الكوديفور ونحكيه على منتخبات قوية. روبي اللي تحب ولا تكره اليوم رانا اسمنا منتخب تونس. سمشينا ستة مرات الكأس العالم. معناها عندنا وزننا في افريقيا. كيفش يظهر وجه المنتخب? اما الفورماسيون اللي بشي لعبها جليل قادري. هذا اللي بش نكتشفوه نهارة الجمعة. بدأت الحسة التدريبية البارح. مش ملاعبية الكل كانوا حاضرين خطر فم ملاعبية كانت عندهم التزامات مع الانديا متاحهم في اوروبا اللي كامل وما تشويتهم البارح. اليوم الحسة فانية وكانت مشاركة الملاعبية الكل. لكن فما ملاعبية رانا وفما ملاعبية ازالة ارهاق. نحكيه على الملاعبية اللي اللي لعبوا البارح واللي متقلقين وقدموا مقابلات ممتازة. وهنا بش نحكيه على الياس العشوري. اللي بوراوي قال لكم ما نعرفوش يشكون وهو. ما نعرفوش قلكم يخيشكونوا الياس العشوري هذي اللي تحكيوا عليه وكيفاش يعيش وكيفاش حصيل ومش ندخل ملاعبية هذو ما ينشطوا البارح. كما متابعة بطولة ومتابعة تكون يومية. لانه حتى ملاعبية هذا كيفاش يعيه. ملاعبية بصيف عامل ينشطوا برا ينشطوا البارح. كتاس مع مقدم وموحلل يكون موجود في البلاتويت يكون موجود في الراديويت. وما يعرفش الملاعبية مزدوجي جنسية الهني بصراحة نقاط استفهام. هني نعرفهم انا وقاعد نتكلم عليهم انا مش لازم تعرفهم. انتي انك انتي ما عندك شوقت عندك سحابك تفضلهم في مشاكلهم وتعملهم في دي بيوب. حسينوا مش هذو موضوعنا خلينا نرجع ونكمله مع الملاعبية المتقلقين العشوري ما شاء الله عليه ثمانية فاصل اربعة تمريرة حاسمة تقريبا فيز باربعتاش ثنائية. لهني يوريك اللي المليعبي قاعد يكون خامس مرة يكون رجل مباراة ومحلين في تونس ما يعرفوهش. نسكروا موضوع العشوري ونتعديه والالياس السخيري اللي لعب ضد دورتموند ويريتو ملعب بما انه في المقابلة ضربه الستة. رو كيف تكلمنا وقلنا المليعبي بصراحة. ما يستحقش انه يكون موجود في وسط التبلو. ما يستحقش يلعب مع فريق في وسط التبلو. تخسر ستة نتيجة ثقيلة وثقيلة بارشة. حبيتو يعمل مقابلة بها ضد دورتموند. اللي تحب ولا تكره في وقت ملاقات خمت على المليعبي وتحب تجيب المليعبي تزيد وتكومفيرم وتعمل مقابلة كبيرة اكيد بش تظهر بوجه بيه بش تشد الانتي بيت نجم تكون موجود معاهم في الموسم المقبل. اللي استو شوفنا يا ناس لكل فانتسيز جواغ فما جواغ مضروب. لكنه خير جليل قادري ما يعودوش هذي اللي مفهمتوش. واللي نحب نحكي عليه قبل ما ندخله في اللي ديتايو نحكيه عن رسم التكتيك اللي نجم يلعب به جليل قادري في المقابلة متع ليبيا. نحب نحكي على عمر الرقيق اللي البارح لعب مع ويغن. كي نشوفه عمر الرقيق قاعد يكاور في فريقه. وقاعد يقدم في مقابلات ممتازة. وشوفه حتى الجماهير اللي اتغنيت باسمه في اخر المباراة. تلقى جليل قادري ما يعايتلوش. والحاجة اللي نحب نفهمها هنا. وبالله نحيو كاسكيت الانتماء. ونحيو انك تحكي على مليا بين تميل الفريق الفليني والفريق الفلتاني. على خاطر راي تغيظ على الاخر. اليوم كي تشوف عمر الرقيق. شنو قاعد يعمل في الدورة الانجليزي. رايو نحكيه عاد شامبيان تشيب راي مش بالسهل رايو ما بين الماتش والماتش تلعب ماتش اخر. كل ثلاثة ايام مقابلة معنا يتصور انه سق الماراتوني اللي قاعد يلعب فيه. على خاطره مصاب على خاطره منعرش درشنوه متعيتلوش. وبعد نلقاك معايتلي ليسين مريح نلقاك معايتلي ندر الغندري نلقاك معايتلي اللي بصراحة مبلبزها وعنده برشة مشاكل في وسط المنتخب التونسي تشوفه مع فريق ويعمل في اديا قوي يجي مع تونسي ولي مليعبي اخر يولي كل مرة كارتون كومبوغتمون تاعه بصراحة ما هوش عادي خليني مع الرقيق اللي بصراحة نحس المليعبي مظلوم. كان ينجم يعاون المنتخب التونسي. اما خير يكون عندك مليعبي صغير في العمر. رو نحكيه عالمليعبي صغير عمره 22 سنة. يكون معا منتصر الطالب يتنجم تبني به ديفونس متماسك. يخويا ما نقولوش المليعبي يجيبو هبته اساسية ما على الاقل يكون في الليستم تاع فانتسيس جواغ. يعمل حسة متاع ازارة ارهاق. وغدوة يبدا مع القروب. يكون حاضر وينجم مش فقلوف تشكيلة اساسية اما اموه يكون موجود على بنك الاحتياط. انتي تخمم مش تبني فريق الالفين وستا وعشرين. المليعبي هذي كيكون موجود معاهم. مش نسألو اليوم على العمر الديفونساريات اللي موجدين في الكيب نيسيونال ما نتصورش فما ديفونساريات صغير في العمر. غير منتصر الطالب اللي تسمى اصغر مليعبي. فماش مليعبي اخر. عليش عمر الرقيق مش موجود معاهم. هذي النقطة اللي شدت انت بيه وحبيت نحكي عليها. بالنسبة للرسم التكتيكي معلوف المنتخب التونسي. يلعب لك ثرية باللا 4-3-3 وإلا يلعب 3-5-2. عادي جليل قادر يلعب لك 3-5-2. يحب يضغط القديم يحب يلعب لك بأزيد التاكونات خطر لما تكون انتي عندك زوز التاكونات مليعبي يلعب تسعة ووراه مليعبي تسعة ونص وتلقى زوز اجنحة على يمين وعلي سار لهنا بش تعمل كثيفة العدد دي مش توصر في اقل وقت ممكن للكاج وتنجم تسجل الاهداف. كيفيش بش يظهر وجه المنتخب التونسي هذي اللي بش نكتشفوه في قادم لايامات كي قاعدين نتابعو في المنتخب التونسي نحبو نفهمو الرسم التاكتيكي اللي بش يعتمدو جليل قادري اللي اكيد على ظوء الرسم التاكتيكي بش نعرفو التشكيلة اللي بش تبدأ ضد ليبيا. هكا كمانا الفيديو بتاعنا نتمنيو حظ موافق للمنتخب التونسي. ان شاء الله في قادم لايامات بش نزيد ونحكيو اكثر على اخر اخبار المنتخب بش نتابعو من قريب حساسة تدريبية للمنتخب. شاء الله ربي يوفقنا شاء الله ربي يجيبنا في السويب وننتصروا في المقابلة ضد ليبيا اللي اكيد بش تخلينا نخدمو اكثر ارياحية وبش نكونو متواجدين وموجودين في كأس افريقيا اللي تونس كالعادة ما هيش حاجة جديدة عليها. هكا كمانا الفيديو متاعنا نتلقاو في موهد جديد. اشتركوا في القناة